موسيقى استقبل الوزير الأول ناذير العربوي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شودوني بقصر الحكومة وتناولت المحادثات واقع وأفق التعاون بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة مع تجديد الإرادة المشتركة للعمل على ترقية التعاون في إطار المشاريع الثنائية لدعم وتطوير قطاع الفلاحة حيث نوه المدير العام للفاوة بما حققته الجزائر من إنجازات في القطاع الفلاحي بفضل التدابير والإصلاحات التي اتخذها رئيس الجمهورية من أجل النهوض بقطاع الفلاحة وتطويرها مما سمح بتحقيق الأداء الاستثنائي الذي سجلته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في التصنيف العالمية للأمن الغذائي الذي حازت فيه الجزائر على المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة الرابعة والخمسين من ضمن 113 دولة وقع مجمع سلطراك عقداً مع الشركة الإيطالية تيكني مونتا لإنجاز مركب بيترو كيميائي بولاية سكيكدا متخصص في إنتاج الكيل البنزين الخطي وهي المادة الخام المستعملة في إنتاج مواد التنظيف والمنظفات الصناعية حيث سيبلغ الإنتاج السنوي المرتقب لهذا المجمع البترو كيميائي 100 ألف طن من هذه المادة وهو ما سيغطي احتياجات السوق الوطنية من هذا المنتوج الذي يتم استيراده حالياً على أن يوجه الفائض المحتمل نحو التصدير وتبلغ مدة إنجاز المشروع 44 شهراً بتكلفة إجمالية عادلة 1.5 مليار دولار أمريكية منها 32% بالدنار الجزائري حسب ما أوضحه بيهن لمجمع سونتراك استلمت وزارة الصحة عيادتين متنقلتين موجهتين لتقديم شتى أنواع العلاجات والتشخيصات من قبل الشركة الإيطالية للطاقة إيني وتندرج هذه المبادرة في إطار اتفاق الشراكة الذي وقع بين شركة إيني ووزارة الصحة والمتضمن القيام بمشاريع موجهة للتكفر وترقية صحة الطفولة والأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية خاصة بولاية الجنوب والهضاب العليا وتشير الإحصائيات إلى أن هذين العيادتين المتنقلتين مزودتين بقاعات للفحصة تتوفر على جميع التجهيزات اللازمة لمتباعة صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سلطان الثدية إلى جانب العلاجات الأولية والوقاية من الأمراض الغير متنقلة وفقاً للمصدر ذاته شهد المدير العام للجماركة اللواء عبدالحفيظ بخوش بإسهامات المرأة الجمهورية في حماية الاقتصاد الوطنية بكل فعالية واحترافية من كل أشكال الغش والتهريب وكذل جرائم العابرة للحدود وخلال احتفالية النظمة المديرية العامة للجمارك بمقارها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة بحضور المدير العام للأمن الوطنية علي بداوي وإطارات المديرية أكد اللواء بخوش على دور المرأة الجمهورية وإسهاماتها بكل فعالية واحترافية في حماية الاقتصاد على كافة الأصعدة من خلال مساهماتها جنباً إلى جنب مع زميلها الجمهورية لمكافحة كل أشكال الغش والتهريب أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية عن تنظيم الطبعة الأولى لمسابقة رائدات أعمال المستقبل يوم غد السبت بالجزائر العاصمة بهدف تشجيع الطالبات على التعبير عن إبداعهن والتطوير أعمالهن كما أشرت الوكالة إلى أن تنظيم هذه المسابقة التي اختير لها شعار طعام صحية صحة جيدة جمال حياة سعيدة يأتي إدراكاً من منظمين بمساهمة ريادة الأعمال النسوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وأوضحت الوكالة في بيان لها أنها تنظم هذا الحدث مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالتعاون مع كل من المدرسة الوطنية العلية للفلاحة مدرسة الدراسات التجارية العليا المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري وكذل مدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الغذائية اشتركوا في القناة